ليني، تشاسكا، جونغ لي ونوفليت كل هذول الشخصيات يعتبرون من الأقوة في قنشن ولكن مين تختار بينهم؟ ويلي أعزائي المشاهدين فيدي اليوم راح أجاوب عن هذا السؤال لأنه راح أتكلم عن إيجابيات وسلبيات كل واحد منهم ومين هو أفضل شخصية تختارها علشان ترفع من قوة حسابك وممكن فانزات التنانين يزعلون شوي من هذا الفيديو المهم لايكك واشتراكك يا رهيب وصلاع النبي وخلونا نبدأ طيب في أشياء مهمة لازم تعرفونها أولا هذا مو رأي شخصي كل اللي راح أقوله بالفيديو هي حقائق ومعلومات مبنية على أرقام وعلى خبر تبيل اللعبة لأربع سنوات يعني ما راح أرحمه لأحد من الشخصيات الشي الثاني لازم تعرف أن كل حساب يختلف عن الآخر بعض الحسابات يحتاجون ساب بورت والبعض يحتاجون دي بي اس فلازم تحط هذا الشي في بالك قبل ما تختار واحد من الشخصيات والشي الثالث والأهم هو أن النوع الأول من الهديات صار الآن متوفر للطلب وحاليا الكمية محدودة وفي منها ثلاث ألوان أزرق لنوفليت وردي لهوتاو وأحمر لدي لوك وإن شاء الله النوع الثاني من الهوديات راح يتوفر عما قريب بألوان أكثر والخامة تبعته راح تكون من النوع الثقيل بما أنه احنا داخلين على فصل الشتاء رابط الشراء موجود تحت بالوصف ولحقوا قبل نفاذ الكمية لأنها محدودة نبدأ أول شي بمن دوم نيتفليكس الإيجابيات أولا الدمج مع النوع اللي كينو تعتبر أقوى دي بي اس ناري موجود في اللعبة إلا أنه ليني يعتبر ثاني أقوى دي بي اس من أنصر النار فوق ما أنه الدمج تبعه عالي إلا أنه يضرب مجموعة وحوش هذا الشي راح يفيدك بشكل كبير بالأبس وحتى أنه قوي على البوسس بما أنه المهارات تبعته يقدر يضرب فيها عدو واحد أو مجموعة وحوش الإيجابية الثانية أنه ليني فريتو بلي جدا سهل أنك تبنيه وتحط له تيم بس أنصر النار بالتيم تبعك مع كزوها أو شي لنين وخلاص التيم تبعك جاهز هذا الشي راح يوفر عليك مجهود كبير بالأبس أنه ما يحتاج تجهز له تيم كامل والإيجابية الثالثة أنه ليني يقدر يهيئل نفسه يعني ما يحتاج تحط له هيلر في التيم السلبيات بعيدة عن شكله الخايس ليني من الشخصيات اللي لازم تحط معاه شخصية تعطيه درع أو ديها وللأسف أنه ديها تعتبر الأفضل بالتيم تبعه إيوة هم موجود ولكنه ما رح يؤدي نص الاداتة بعديها لأنه لازم تسوي نورمال أتاك علشان تزيد من قوة الدرع تبعه والدرع شي ضروري لأنه أكيد البوس ما رح يتفرج عليك وانت تشحن ضرباتك لعشر ثواني وهذا يودينا للسلبية الثانية أنه ليني يحتاج وقت جدا طويل علشان يشحن تشارج أو للساكات تبعته لأنه من الأساس دمج المهارة الأولى والدمج تبعه بشكل كامل يعتمد على للساكات اللي تجمع عن طريق أنك كل شوي تسوي تشارج أتاك والسلبية الثالثة أنه ليني بدون سلاحه الخمسة نجوم ما أشوفه حتى يتقارن مع أرلي كينو أو باقي الدي بي اس لأنه من الأساس قنشين مسوين السلاح تبعه بروكن يعطيك ضرر للتشارج أتاك وستة وستين كريت دمج في خيارة ثانية من الأسلحة الأربع نجوم ولكن خلوني أكون صريحين ما رح يسوي لك نص الأداة تبع الخمس نجوم وأشوفه أن الذنب الوحيد اللي ارتكبوا ليني أنه نزل مع أرلي كينو نوفليت دي بي اس اللي أخضع كل الشخصيات في قنشين نوفليت نبدأ أول شي بالإيجابيات أول وأهم إيجابية بنوفليت أنه الدمج تبعه مستمر لما أقول لك مستمر أنا أقصد شيئين الشي الأول أنه يضرب الوحوش بشكل دائم هذا الشي أفضل من شخصيات الوان شوت لأنه شخصيات الوان شوت إذا ضيعت الضربة أو جاء راوند الثاني من الوحوش رح يضيع الدمج تبعه كله وشي الثاني من الضرر المستمر أنه نوفليت الدمج تبعه رح يكون شغال طول الوقت ما دام أنت تطلع كرات من المهارة الأولى والألتمت واللي تقدر تشغلهم طول الوقت إذا سويت الكمبو تبعك صح التشارجات تبعك ما رح يخلص طول الوقت رح تكون تغسل بالوحوش الإيجابية الثانية والغنية عن التعريف وهو الدمج تبعه جينشين إمباكت أعطوا نوفليت إمكانيات قوية أنه يطلع دمج غبي لدرجة أنه صارت الشخصيات الثانية ما يقربون منه بالمنافسة أصلا ولما نزلوا شخصية شيلون فينا صاروا يطلعون بالضربة الوحدة من التشارجاتك 120 ألف دمج والإيجابية الثالثة والأهم نوفليت شخصية فريتو بلايب الكامل سلاح أربع أنجوم من عند الحداد إرمي على النوفليت زي اللوز رح يبدع معك أقل شي رح تجيب 90 ألف دمج والإيجابية الأخيرة واللي أسميها الاكتفاء الذاتي يقدر يهرب من الوحوش يهيل نفسه يجمع الساكات وسوي دمج مستمر لا يحتاج مساعدة منها أحد لو جيت أتكلم عن السلبيات فالسلبية الوحيدة بالنوفليت أنه يحتاج فورينا تكون معا بالتيم غير كذا ما أشوف أنه عنده سلبيات هذا ما يعتبر تطبيل هذا الواقع أنا مقلات الأمني لوم جينشن هم اللي سواهوا شخصية بروكن وبما أننا نتكلم عن التنانين فخلونا نتكلم عن التنين الآخر وهو جونجلي أول وأهم إيجابية بجونجلي وهو الدرع لبروكن تبعه الدرع تبعه حرفيا ما يكسر بالأخص بعد ما نزلوا سلاح الأربع نجوم اللي يعطيك HP درعك حرفيا ما رح ينكسر وحتى لو ينكسر مدة الأنتظار تبعته قليلة يعني تقدر تستخدمه مرة ثانية والإيجابية الثانية والأهم بجونجلي أنه لما تستخدم الشيل تبعك وتضرب الوحوش رح تقلل دفاع الوحوش بنسبة 20% زيد على هذا أنه فيه أرتفاكت اسمه تناسيتي هذا الأرتفاكت يقول لك في كل مرة درع تبعك لما تستخدمه أو العامود يضربون الوحوش رح تأطى التيم تبعك كامل 20% أتاك يعني عندك درع قوي ما يكسر و40% بف للتيم تبعك كامل والإيجابية الثانية وهو النيزك تبعه وطبعا ما يسوي دمج عالي ولكنه رح يوقف لك الوحوش بمكانهم يعني في حال لو كنت تريد تجمع التات أو تسوي الكمبو تبعك لو جينا نتكلم عن سلبيات جونجلي أشوف أن السلبية الوحيدة تبعته أنه في الوقت الحالي يعني قيمته من مثل زمان في الوقت الحالي وحوش الأبس ما عاد يرحمون صار الهلف تبعهم فوق المليون ففكرة أنك تشيل مثلا سبورت من التيم تبعك يزيد لك الدمج مثل شيلون أو كازوها علشان تحط شخصية يعطيك شيلد صار هذا الشي يصغنون عنه لاعبين كثير وعن نفسي أنا شخصيا ما عاد يستخدم جونجلي مثل أول وجود شخصية شيلد معك بالفريق ما رح يساعدك أبدا اللو لو كنت جديد في اللعبة أما لو كنت قديم في اللعبة فتلقى أغلب الناس يستخدمون شخصيات يعطونك بفات لأنهم حافظين تحركات البوسيس وما يحتاجون إلى شيلد الشخصية الرابعة واللي عندها أغرب أسلوب لعب في قنشن شاسكا وما حطيتها بالأخير بس عشان المشاهدات بل لأنه في كلام جدا كثير لازم أقوله عن هاي الشخصية نبدأ بالإيجابيات إنها كسرت لعنة عنصر الأنيم والمنبوذ كلنا عارفين إن عنصر الرياح هو أسوأ عنصر في اللعبة إذا كان دي بي اس لأنه قنشن لعبة تعتمد على التفاعلات مثل تفاعلات عنصر النار الكهرباء والماء وعنصر الأنيم وتفاعلاته جدا خايصة يعني الوحيد اللي بدأ بالتفاعلات شوية هو كازوها ولكن شاسكا غيرت كل هذا الشيء لأنه المهارة الأولى تبعتها ما رح تضرب ضر الرياح بس بل رح تنسخ العناصر تبع التيم تبعك وتضربها على الوحوش وكحد أقصى تقدر تنسخ ثلاث عناصر يعني رح تسوي أربع تفاعلات على الوحوش بنفس الوقت يعني مثلا لو كان معك عنصر كهرباء ونار والثلج فرح تضرب هاي العناصر الثلاثة على الوحوش بنفس الوقت مع عنصر الأنيمو يعني تخيل مثلا أنك تحط بالتيم تبعك فوري نوبينت لما تضرب بتشاسكا أنت رح تسوي فيبرايس وكحد أقصى تقدر تغير أربع رصاصات من أصل ستة لعناصر مختلفة ورح ينسخ واحد من هاي العناصر لطلقتين بشكل عشوائي والشيء الحلو أنه تنوع العناصر ما يشتغل مع المهارة الأولى بس بل حتى الألتم تبعها رح ينسخ العناصر والإيجابية الثالثة المشتركة ما بين كل شخصيات ناتلان هو أسلوب اللعب أسلوب اللعب رهيب ما عرف مين تفكر أنه يخلي شخصية تركب على مسدس عملاق وتطير فيه وتمسكه بحبل كانها رعية بقر وتشاسكا تعتبر أفضل شخصية حاليا في جنشن من ناحية التنقل لأنها الشخصية الوحيدة في اللعبة اللي تقدر تطير للأسف جنشن ما عرفون يسعون شخصيات لأن سلبيات تشاسكا أكثر حتى من الإيجابيات أول وأسوأ سلبية وهي العشوائية بعدد الرصاصات يعني يمكن عنصر الثلجي تكرر أو عنصر الماء أنت ما تضمن إيش رح يطلع لك واللي رح يخيب أمل لك أكثر أنه تشاسكا ما رح تستفاد من فاروزان تخيل أنه ما رح تستفاد من أفضل سبورت في اللعبة لعنصر الأنيمو طيب إيش تقصد يارد؟ إذا ما كنت تعرفي يا عزيزي المشاهد فالباسف تبع تشاسكا مثل باسف نوفليت يعني كلما كان عندك عناصر منوعة أكثر بالتيم كلما زاد الدماج فلو حطيت فاروزان معك بالتيم رح تخلي تشاسكا تطير أكثر وأنا ما أقصد تطير بالمعنى الحرفي بل أقصد أنه الدماج تبعها نصه رح يطير لأنه لو ما تنوعت العناصر تبعتك بالتيم ما رح يتفعل الباسف بكامل قوته والسلبية الثالثة أنه احتمال تشاسكا ما تكون كويسة للفريتو بليه لأنه ببساطة تحتاج بو يعطيك ضرر للإلمانتل السكيل أو المهارة الأولى وأحذر إيش البو الوحيد من الأربع إنجوم اللي يزيد لك دمج المهارة الأولى الباسف تبعه الأساسي رح يعطيك إلمانتل ماستري واللي ما يستفاد منه ولا واحد من دي بي إسات عنصر الأنيمو والله ما عرف ليش الغباء هذا بهو يا فيرس يعني لو أنتو تريدون السوء شخصي يا أنيمو قوية يا أخي على الأقل خلي الباسف يعتمد على تنوع عنصرين بس من التيم تبعك مو ثلاثة عشان تقدر تستخدم فاروزان وترفع الدمج شوي ولكن ما ينفع نحكم على القوات الشخصية من الآن ممكن لما تنزل تفجر تفاعلات الأنيمو وتطلع أقوى شخصية باللعبة لما تنزل رح نزل عنها فيديو ونشوف مثل ما قلت لكم ما رح أجامل لو جيت أذكر ترتيب الشخصيات من الأهم إلى الأقل أهمية أول شي إذا كنت لعب جديد وما عندك شخصية دي بي إس قوية غمض واختار بنوفيليت ما رح تلقي دي بي إس في اللعبة يخلص لك المحتويات وكريك مثل نوفيليت لأنه حتى لو كنت جديد في اللعبة البناء تبع نوفيليت جدا بسيط صلاح حداد أرتفاكت من فونتين الشخصية الثانية وهو جونغلي مثل ما قلت إذا أنت قديم في اللعبة وعندك هيلرات وسبورتات ثانين ما أنصحك تجيب جونغلي شخصيات الشيلد حاليا ما حد يستخدمهم كثير لأنه مثل ما أقولت شي صعب أنك تطلع شخصية زيد لك الدمج علشان تجيب شخصية تعطيك شيلد ولكن هذا الشي يختلف إذا كنت جديد في اللعبة لأنه مية بالمية رح تأكل كفوفه من الأبس فأيوه أقول لك جيب جونغلي لأنه رح يسهل عليك اللعبة وبشكل كبير وأما الشخصيات الثانين هما تشاسكا واليني فأنا أقول لك أنه اثنين هم ممكن يكونون أقوياء بنفس المستوى شوف من الشخصيات اللي عندك بالحساب تنفع معاه أسلوب اللعب تبعه حبيته وبعده أختار مما بينهم وقرر أيهم تجيب لأنه بالنهاية نوفليت وجونغلي يعتبرون الأساس والباقي كله كلام ناس لا هاي تصعيد في حاشفة خويك محتار أي شخصية يجيب شارك معاه هذا الفيدو وقل له خذ يا عزيزي النوب هذا الفيدو رح يفيدك بشكل كبير وبس لا تنسوا أخوانا المسلمين في كل بقاءة على أرض من الدعاء ونشوفكم على خير بالفيديوات القادمة ومع السلامة نوفليت ما زال الأفضل